بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من المحاضرة الأولى في المحور الرابع Torsion الأهداف الخاصة بهذه المحاضرة هي كالآتي Polar Moment of Inertia والقوانين المرتبطة لحسابه Torsion of Multiple Torque and Cross Sections Area بداية نبدأ بتقديم الماكسيموم شير سترس فورميلة وهي كالآتي الطو مكسيموم تساوي TC على J طبعا السي هو نصف القطر هي المسافة ما بين محور القطعة والسطح الخارجي وبالتالي يكون الإجهاد الأقصى المكسيموم شير سترس موجود على السطح الخارجي للقطعة الوحدة هي ميجا باسكال Polar Moment of Inertia J قانون الجي يختلف بحسب شكل المقطع القانون العام هو كالآتي J تساوي integral على رو 2π رو كيوب دي رو على حسب شكل المقطع بيكون معنا القوانين مختلفة بالنسبة للسوليد شافت مع راديوس C أو قطر D القانون هو J تساوي Pi C power 4 over 2 أيضا يساوي Pi ضرب D.4 على 32 طبعا نفس القيمة بما أنه D يساوي 2C C بالنسبة لـ hollow shafts أو لـ tubes الإنر راديوس بيكون Ci، الأوتر راديوس بيكون CO طبعا دي أو و دي آي هي الأوتر والإنر دياميتر القانون هو كالآتي J تساوي Pi ضرب C outer Os 4 ناقص C inner Os 4 على 2 يساوي Pi القطر outer Os 4 ناقص القطر inner Os 4 تقسيم 32 بالنسبة لـ thin valid tube المجوفات ذات الجدران الرقيقة لما يكون الثكنس أصغر من C على 10 والـ Cm هو المين راديوس متوسط الشعاع بيكون الـ Cm تقريبا يساوي CO تقريبا يساوي Ci لكن الثكنس تساوي CO ناقص Ci القانون هو كالآتي J تساوي 2π CM3 ضرب T بالنسبة لـ multiple torque and cross section area بيكون معانا بعض الصوليد أو الشافت يكون بهذا الشكل المقاسات تكون متعددة الماتيريال يكون متعدد التورك أيضا يكون متعدد مثلا على الجزء ED التورك يساوي D التورك المسلط على الجزء DB هو TC والعزم المسلط على المنطقة BA هو TA وهنا على النقطة B بيكون عندنا TB أيضا أيضا الماتيريال بيكون مختلف الماتيريال على الجزء ED ليس هو الماتيريال على الجزء DB أيضا مختلف على الماتيريال على الجزء BA وبالتالي الشير موديلوس G يكون مختلف أيضا شكل المقطع يعني نصف القطر أو القطر يكون مختلف المقاسات مختلفة وبالتالي يكون polar moment of inertia أيضا مختلف هنا لحساب total angle of twist يكون عندنا القانون الآتي التوتل هذا الفاي هو إجمالي زوايا اللف على كل الصوليد في تساوي sigma i تساوي 1 to n على حسب الصوليد n هو number of sections أو solids يساوي sigma ti li تقسيم gi ضرب ji i